بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الاعزاء اهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات مبادئ الدراسات القانونية محاضرتنا النهاردة هتكون هي المحاضرة التاسعة في مقرر مبادئ الدراسات القانونية محاضرتنا النهاردة ان شاء الله هتكون هي المحاضرة التاسعة في مقرر مبادئ الدراسات القانونية وهنتكلم فيها عن تعريف الحق وانواعه واشخاص يمكن محاضرتنا النهاردة هي المحاضرة الاولى في الجزء الثاني من مقرر مبادئ الدراسات القانونية اللي هي نظرية الحق وزي ما استعرضنا مع حضراتكم في بداية الفصل الدراسي قلنا ان احنا عندنا نوعين من الاجزاء في مقرر مبادئ الدراسات القانونية عندنا الجزء الاول وهو نظرية القانون ودي استعرضنا فيها على مدار ثماني محاضرات ماضية استعرضنا فيهم كل ما يخص او يتعلق بي نظرية القانون المحاضرة التاسعة ان شاء الله اللي هي محاضرتنا النهاردة باذن الله تعالى ودي هنتكلم فيها عن تعريف الحق وانواعه واشخاصه والمحاضرة القادمة ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم فيها عن محل الحق وحمايته محاضرتنا النهاردة هي المحاضرة التاسعة في مقرر مبادئ الدراسات القانونية ودي خصصناها لحضراتكم للحديث عن تعريف الحق وانواعه واشخاصه زي ما تعودنا مع حضراتكم في كل محاضرة ان احنا بنقسم محاضرتنا لعدة نقاط او عدة محاور اساسية محاضرتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها او هنتحدث فيها ان شاء الله عن عدة نقاط او عدة محاور اول حاجة هنعرف يعني ايه ايه هو الحق وهنعرف ان فيه اراء واختلافات في تعريف الحق المحور التاني ان شاء الله وهنتكلم فيه عن انواع الحقوق وهنعرف ان فيه حقوق سياسية وعندنا حقوق مدنية والحقوق المدنية بتنقسم الى عدة اقسام ان شاء الله المحور التالت والاخير وده هنتكلم فيه ان شاء الله عن اشخاص الحق المحور التالت اللي هو اشخاص الحق وده هنتكلم فيه مع حضراتكم عن اشخاص الحق وهنعرف ان فيه عندنا نوعين من الاشخاص اللي هما الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري وكل منهما احكام قانونية خاصة به ايه نيجي لمحورنا الاول اللي هو خاص بتعريف ايه الحق اول حاجة هنعرف اه تعريف الحق في اللغة اه او اه في المعنى اللغوي وكمان هنعرف تعريف الحق من وجهة نظر اه فقهاء القانون اه تعريف الحق في اللغة الحقيقة ان الحق له اه معاني كثيرة اه في اه اللغة اه قال الله تعالى لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون اه والحقيقة ان الحق هو اسم من اسماء الله الحسنى حيث قال الله تعالى ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ومعناه المستحق للعبادة اه اي الثابت الذي لا يزول والمتحقق وجوده ازلا وابدا واجب الوجود لذاته ولا وجوده الا به يبقى اذا الحق في اللغة له معاني كثيرة والحق بيعتبر اسم من اسماء الله الحسنى طيب تعريف الحق في القانون ما هو تعريف الحق في القانون او ما هو تعريف الحق من وجهة نظر فقهاء القانون اه الحقيقة ان اراء الفقهاء او الفقه القانوني اه اختلفت حول تعريف اه الحق وحول بيان مدلوله وتحديد ماهيته اه اختلفوا ولم يكن بينهم اي اجماع على وضع تعريف للحق يبقى اذا عايزك تركز او تعرف اول حاجة ان الفقهاء لم يتفقوا على وضع او حول تعريف الحق وبيان مدلوله وتحديد ماهيته وما كانش بينهم اي اتفاق او اجماع على وضع تعريف للحق والحقيقة ان اختلافهم ده تبين لنا او تمثل في عدة مزاهب مختلفة من هذه المزاهب او المزهب اللي هو المزهب الشخصي والحقيقة ان هذا المزهب تزعمه الفقيه سافني وهو بينظر او بيرى ان الحق ده بينظر اليه من منظور شخصي وذهب لتعريف الحق بانه عبارة عن قدرة او سلطة ارادية بتثبت للشخص وبيستمدها من القانون يبقى اول المزاهب التي ظهرت في تعريف القانون هو المزهب الشخصي والحقيقة ان انصار هذا المزهب كان من ضمنهم الفقيه سافني ونظر الى الحق من منظور شخصي وذهب الى تعريف الحق بانه عبارة عن قدرة او سلطة ارادية بتثبت للشخص وبيستمدها من القانون المزهب الثاني من مزاهب الفقهاء في القانون اللي ظهر في تعريف الحق وهو ما يعرف او يطلق عليه المزهب الموضوعي هذا المزهب تزعمه فقيه الماني بيسمى اهرنينج وذهب الى تعريف الحق بانه عبارة عن مصلحة بيحميها القانون يبقى اذا المزهب الثاني من المذاهب التي ظهرت في تعريف الحق وهو المزهب الموضوعي وتزعمه الفقيه الالماني اهرنج وعرف الحق بانه عبارة عن مصلحة يحميها القانون كذلك ظهر مزهب ثالث وهو ما يعرف بالمزهب المختلط وهذا المزهب رأى او عرف الحق بانه عبارة عن سلطة اراضية بيعترف بها النظام القانوني ويحميها المزهب المختلط رأى او بيرى ان الحق هو عبارة عن سلطة اراضية يعترف بها النظام القانوني وكذلك يحميها الحقيقة ان كل هذه المزهب وجهت لها انتقادات شاتة ونتيجة لذلك ظهرت نظرية تثمى بالنظرية الحديثة كان ثبب ظهور هذه النظرية هو الانتقادات التي وجهت الى المذاهب السلاسة السابقة اي المذهب الشخصي والمذهب الموضوعي والمذهب المختلط وتذعم النظرية الحديثة الفقيه الفرنسي دبا وذهبت هذه النظرية او ذهب هذا الفقيه لتعريف الحق بانه عبارة عن ميزة يقررها القانون لشخص ما ويحميها بالطرق القانونية وهذه الميزة بتخول لهذا الشخص التصرف متسلطا على مال معترف له بالاثثار به وذلك بصفته مالكا او مستحقا له اذا النظرية الحديثة بترى من وجهة نظرها ان الحق هو عبارة عن ميزة يقررها القانون لشخص ما وكذلك بيحميها بشتى الطرق القانونية وهذه الميزة بتخول له التصرف متسلطا على مال معترف له بالاستئصار به وذلك بصفته مالكا او مستحقا له اذا نخلص في محورنا الاول وهو الخاص بتعريف الحق الى ان الحق في اللغة له معاني كثيرة والحق اسم من اسماء الله الحسنى الحقيقة ان كان هناك اختلاف بين الفقه القانوني حول وضع تعريف للحق هذا الاختلاف تمحورا او تمثل جليا في عدة مذاهب وعدة نظريات كان من هذه المذاهب المذهب الشخصي والمذهب الموضوعي والمذهب المختلط واخيرا ظهرت النظرية الحديثة التي رأت وذهبت الى تعريف الحق بانه عبارة عن ميزة يقررها القانون لشخص ما ويحميها بالطرق القانونية هذه الميزة تخول له التصرف متسلطا على مال معترف له بالاستئصار به وذلك بصفته مالكا او مستحقا له اذا بكده بنكون انتهينا من المحور الاول في محاضرتنا وهو الخاص بتعريف الحق الآن بننتقل للحديث عن المحور الثاني في محاضرتنا اليوم المحاضرة التاسعة وهو المخصص للحديث عن انواع الحقوق الحقوق كما ذكرنا بتعتبر وفقا لمذهب النظرية الحديثة هي ميزة يقررها القانون لاحد الاشخاص وكذلك بيحميها بالطرق القانونية هذه الميزة بتخول او بتعطي لهذا الشخص التصرف متسلطا على مال معترف له بالاستئصار به وذلك بصفته مالكا او مستحقا له اذا الحقوق لها عدة انواع ما هي انواع الحقوق بنقول ان الحقوق بتنقصم الى حقوق سياسية وحقوق مدنية الحقوق المدنية بتنقصم اما الى حقوق عامة وإما إلى حقوق خاصة وكذلك بتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة أو إلى الحقوق المالية وأيضا الحقوق المالية بتنقسم إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية هنعرف كل التفصيلات الخاصة بأنواع هذه الحقوق بعد شوية إن شاء الله في محاضرتنا النهاردة نجي لأول نوع من أنواع الحقوق وهو الحقوق السياسية إيه المقصود بالحقوق السياسية ديت وإيه هي أهم خصائصها أو أهم ما تتميز أو تتسم به هذه الحقوق الحقوق السياسية هي تلك الحقوق أو بيقصد بها الحقوق التي يقررها القانون للشخص باعتباره منتميا إلى دولة معينة وتخول له المساهمة في حكم هذه الدولة وإدارة شؤنها إذن الحقوق السياسية ديت بتمنح أو بتعطى أو بيقررها القانون للشخص نظرا لكونه بينتمي إلى إحدى الدول برابطة الجنسية هذه الحقوق بتعطي له أو بتخول له إمكانية المساهمة في حكم هذه الدولة وكذلك في إيه؟ في إدارة شؤنها من أمثلة الحقوق السياسية ديت عندنا حق الانتخاب وكذلك الحق في الترشح للمجالس النيابية والحق في إبداء الرأي في الاستفتاء يبقى ديت تعريف الحقوق السياسية والأمثلة عليها زي ما قلنا اللي هي حق الانتخاب والحق في الترشح للمجالس النيابية وحق إبداء الرأي في الاستفتاءات المعروضة على الشعب هل هذه الحقوق السياسية لها مميزات أو لها خصائص بتتميز بها الإجابة بالفعل نعم بتتسم الحقوق السياسية بعدة خصائص أو بعدة مميزات أول حاجة إن هي الحقوق السياسية لا تثبت إلا للمواطنين فقط دون الأجانب يعني إذا النهاردة الحقوق السياسية ديت بتمنح أو بتعطى للمواطن فقط دون الأجنبي فما ينفعش إن الأجنبي النهاردة إن هو يروح وينتخب في دولة لا ينتمي لها برابطة الجنسية أو إن هو يترشح لعضوية إحدى المجالس النيابية إذن أول حاجة إن الحقوق السياسية لا تثبت إلا للمواطن فقط دون الأجنبي رقم اثنين الحقوق السياسية دراستها الحقيقة بتدخل في نطاق دراست القانون العام وعلى وجه الخصوص بتدخل في دراست أو في نطاق دراست القانون الإداري والدستوري يبقى الحقوق السياسية دي مجال دراستها أو نطاق دراستها هو القانون العام وعلى وجه التحديد نطاق القانون الإداري والدستوري الحقوق السياسية بتتقرر أساسا لجميع الأفراد القاطنين في الدولة بصفة أصلية بتتقرر هذه الحقوق السياسية لجميع الأفراد القاطنين في الدولة بصفة أصلية بعد كده الحقوق السياسية بتعتبر من أقرب أو أقرب إلى الواجب الوطني منه إلى الحق يعني الحقوق السياسية بتعتبر زي نوع من أنواع الواجب الوطني أكتر من الحق إذن الحقوق السياسية بتتسم بعدة خصائص أو بعدة مميزات وهم أربعة خصائص أول حاجة أن الحقوق دي لا تثبت إلا للمواطنين فقط دون الأجانب وإن مجال أو نطاق دراسة هذه الحقوق والقانون العام وعلى وجه الخصوص للنطاق القانون الإداري والدستوري أيضا أن الحقوق دي بتتقرر لجميع الأفراد القاطنين في الدولة بصفة أصلية وآخر حاجة أن الحقوق السياسية بتعتبر أقرب إلى الواجب الوطني منه النوع الثاني عندنا من أنواع الحقوق وهو ما يعرف بالحقوق المدنية فما هو المقصود بالحقوق المدنية وما هي أهم أقسمها أو أنواعها الحقوق المدنية بيقصد بها الحقوق التي تثبت للفرض خارج النطاق السياسي يقصد بها الحقوق التي تثبت للفرض خارج النطاق السياسي ويستوفي ذلك بقى أن يكون الفرض ده وطني أو أجنبي حيث أن هي بتثبت لجميع الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم من أمثلة هذه الحقوق المدنية عندنا الحق في الحياة وكذلك الحق في حرية الطاق بتنقصم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة تنقصم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة إذن بنخلص في هذا الأمر إلى أن عندنا زي ما قلنا نعين من الحقوق الحقوق السياسية ودي قلنا بتثبت للمواطن اللي بينتمي للدولة برابطة الجنسية الحقوق المدنية بقى هي الحقوق اللي بتثبت للفرض خارج النطاق السياسي ودي بيستوي فيها أن الفرض يكون وطني أو أجنبي حيث هي بتثبت لجميع الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم قلنا من أمثلة كده مثال الحق في الحياة والحق في حرية التعاقد الحقوق المدنية بتنقصم إلى الحقوق العامة والحقوق الخاصة فما هو المقصود بالحقوق العامة وما المقصود بالحقوق الخاصة هنعرف يعني إيه هي الحقوق العامة وإيه هي أهم خصائص النوع الأول وهو الحقوق العامة ويقصد بها الحقوق التي تتقرر للشخص بصفته إنسانا ولذلك طبعا بيطلق عليها إيه الحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الشخصية لذلك الحقوق العامة هي الحقوق التي تتقرر للشخص بصفته إنسانا وبيطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الشخصية بيعتبر القانون هو المصدر الرئيسي لهذه الحقوق اللي هي الحقوق العامة ومن امثلة هذه الحقوق العامة عندنا حق الفرض في سلامة جسده وحق الفرض في حماية شرفه وخصوصيته وكذلك بيدخل في هذه الحقوق الحريات الشخصية زي او مثل حرية التنقل وحرية التملك وحرية الاقامة وغيرها من الحريات هل الحقوق العامة لها خصائص او لها ثمات بتتميز بها نعم هذه الحقوق بتتميز باربع خصائص اول حاجة وهو عدم قابلية الحقوق العامة او الحقوق اللصيقة بالشخصية للسقوط او الاكتساب بالتقادم يبقى اول خصيصة عندنا النهاردة ان الحقوق العامة دي غير قبل ان هي تسقط او تكتسب بالتقادم غير قابلة ان هي تسقط او تكتسب بالتقادم القصية التانية من خصائص الحقوق العامة او اللي بتتميز بها الحقوق العامة ان الحقوق العامة دي حقوق غير قابلة للتنازل عنها او التصرف فيها يعني من اقدرش النهاردة وما اقدرش حد ان هو يتنازل عن هذه الحقوق العامة وكذلك لا يقدر ان هو تصرف فيه يبقى اذا نخلص في هذا الجزء ان عندنا النوع التاني من انواع الحقوق وهو الحقوق المدنية وقلنا ان الحقوق دي اللي بتثبت للفرض بصرف النظر عن جنسيته بيستوي ان هو يكون وطني او اجنبي هذه الحقوق المدنية تنقسم الى حقوق عامة وحقوق خاصة الحقوق العامة هي اللي بتتقرر للشخص بصفته انسانا ودي ايضا بيطلق عليها الحقوق اللطيقة بالشخصية او الحقوق الشخصية من اهم خصائص الحقوق العامة ان هي غير قابلة للسقوط او الاكتساب بالتقادم وكمان ان هي غير قابلة للتنازل او للتصرف فيها من خصائص الحقوق العامة كذلك ان هي حقوق غير مالية الحقوق العامة هي حقوق غير مالية ايضا من خصائص الحقوق العامة ان هي حقوق لا تنتقل بالارس لا يمكن لهذه الحقوق العامة ان يتم انتقالها عن طريق المراز طيب النوع الثاني بقى من أنواع الحقوق المدنية اللي هو بيسمى بالحقوق الخاصة ايه هو المقصود بالحقوق الخاصة دي وايه هي أهم أقسمها الحقوق الخاصة باختصار يقصد بها الحقوق التي تقررها فروع القانون الخاص للشخص زي عندنا القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية ايه او هي تلك الحقوق التي لا تثبت الا لمن توافر فيه بمقتضى القانون سببا لكذبها يبقى الحقوق الخاصة هي الحقوق اللي بتقررها فروع القانون الخاص للشخص زي القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية او هي الحقوق التي لا تثبت إلا لمن توافر فيه بمقتضى أو وفقا للقانون سببا لكذبها من أمثلة الحقوق الخاصة بقى عندنا حق الملكية وكمان الحق في الطلاق يبقى الحقوق الخاصة دي من أمثلتها حق الملكية أو الحق في الطلاق الحقوق الخاصة لها عدة أقسام بتنقصم إليها طيب إيه هي أهم أقسام أو أهم أنواع الحقوق الخاصة أول حاجة عندنا اللي هي حقوق الأسرة وكذلك الحقوق المالية يبقى إذن الحقوق الخاصة بتنقصم لنوعين وهم الحقوق الأسرة والحقوق المالية طيب حقوق الأسرة بقى إيه المقصود بحقوق الأسرة دي وإيه أهم ما تتميز به من خصائص حقوق الأسرة يقصد بها الحقوق التي تثبت للشخص بصفته عدوا في أسرة معينة وذلك على أساس قرابة النسب أو المصاهرة فإذن هناك معيار للتمييز في هذه الحقوق وهو معيار العائلة أو معيار الأسرة من أمثلة حقوق الأسرة حق الزوج في الطاعة وكذلك حق الزوج في تأديب الزوجة والأولاد وحق الزوج أو الزوجة على زوجها في الإنفاق عليها وحقوق الإبن على أبيه في النفقة وأيضا الحق في الإرز يبقى حقوق الأسرة دي هي عبارة عن الحقوق اللي بتثبت للشخص بصفته عدوا في إحدى الأسر وده بيكون على أساس قرابة النسب أو قرابة المصاهرة فهناك معيار للتمييز في هذه الحقوق هذا المعيار هو معيار العائلة أو معيار الأسرة من أمثلة حقوق الأسرة حق الزوج في الطاعة وحق الزوج في تأديب سكته وتأديب أولاده وكمان حق الزوج على زوجها في أنه ينفق عليها وأيضا حقوق الأبناء على أبيهم أنه ينفق عليهم وكذلك الحق في الإرس ده بالنسبة للمقصود وأمثلة حقوق الأسرة طيب هل حقوق الأسردية لها خصائص بتتميز بها بنقول الحقيقة فعلا أنه حقوق الأسرة لها عدة خصائص بتتميز بها أو بتميزها من أهم هذه الخصائص ما يلي من أهم هذه الخصائص ما يلي أول حاجة أن حقوق الأسرة ضيئة بيغلب عليها أن هي حقوق غير مالية يغلب على حقوق الأسرة أنها حقوق غير مالية وقليل منها بيعتبر حقوق مالية زي الحق في النفأ والحق في الإرز إذن بالتالي حقوق الأسرة هذه لها طابع أدبي بيرجع هذا الطابع إلى رابطة القرابة التي تجمع بين أعضاء أو أفراد الأسرة أول حاجة حقوق الأسرة بتعد أو بيغلب عليها أنها حقوق غير مالية وإنما القليل منها فقط هو حقوق مالية اثنين أو ثانيا بتتميز حقوق الأسرة بأن لها طابع خاص طيب ما هي مظاهر هذا الطابع الخاص التي تتميز به حقوق الأسرة حقوق الأسرة لها طابع خاص نظرا لأنها لا تمنح لأصحابها أو لا تمنح لأصحابها من أجل تحقيق مصلحة شخصية لهم وإنما الهدف من منحها هو تحقيق مصلحة الأسرة بصفة عامة وذلك باعتبارها الخالية الأساسية للبنيان الاجتماعي يبقى إذن الخاصية التانية من القصائص التي تتميز بها حقوق الأسرة إن هذه الحقوق بتنفرد أو بتتميز بأن لها طابع خاص لأن هذه الحقوق لا تمنح لأصحابها عشان مصلحة شخصية لهم ولكن بتمنح بصفة عامة للأسرة أو بهدف تحقيق مصلحة الأسرة بصفة عامة باعتبار باعتبار الأسرة بتمثل النواة أو الخالية الأساسية في البنيان الاجتماعي ده بالنسبة للنوع الأول من أنواع الحقوق الخاصة وهو حقوق الأسرة وعرفنا يعني المقصود بحقوق الأسرة وإيه هي أهم الخصائص اللي بتتميز بها حقوق الأسرة نيجب للنوع أو رقم اثنين النوع الثاني من الحقوق الخاصة وهو الذي يعرف بالحقوق المالية وهو الذي يعرف بالحقوق المالية الحقوق المالية ما هو المقصود بها ما هو المقصود بالحقوق المالية وما هي أهم أقصامها الحقوق المالية باختصار يقصد بها الحقوق التي يكون محلها قابلا للتقويم بالنقود يعني الحقوق المالية دي محلها لابد انه يكون قابل لتقويمه بالنقود اذا هيرد او بتارد هذه الحقوق على شيء معين فيسمى حينئذ بالحق العيني ومثال على ذلك حق الملكية الذي يكون محله منزلا معينا وكمان ممكن تارد هذه الحقوق المالية على عمل او الامتناع عن عمل يلتزم به احد افراد العلاقة القانونية في مواجهة الاخر وهنا بالتالي هينشأ حاجة بتسمى او بيسمى بالحق الشخص اذا الحقوق المالية بتارد على شيء معين فحينئذ تسمى بالحق العيني وان مثال على ذلك بحق الملكية وان الحقوق دي قد تارد ايضا على عمل او امتناع عن عمل يلتزم به احد اطراف العلاقة القانونية في مواجهة الغير وده بينشأ ما يسمى بالحق الشخصي او ان هذه الحقوق قد تارد على نتاج زهن الانسان وفكره فينشأ ما يسمى بالحقوق الزهنية او المعنوية يبقى اذا عرفنا يعني ايه حقوق مالية وان هي الحقوق اللي بيكون محلها قابلا للتقوين بالنقود وقلنا ان الحقوق دي ممكن ان هي تاخد مثال حق عيني او ممكن ان هي تاخذ شكل حق عيني او هما ان هي ممكن تاخذ شكل حق شخصي او اخر حاجة ان هي ممكن تكون حقوق ذهنية او معنوية اذا الحقوق المالية لها ثلاثة اقسام او بتنقسم هذه الحقوق الى ثلاثة اقسام بتنقسم الى الحقوق العينية بتنقسم الى الحقوق الشخصية بتنقسم الى ثلاثة الحقوق الذهنية نيجي الأول نوع من أنواع الحقوق المالية وهو ما يعرف أو يسمى بالحقوق العينية ما هو المقصود بالحق العيني وما هي أهم أقسامه الحق العيني باختصار هو عبارة عن سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي يستطيع بمقتضاها صاحب الحق من استعمال حقه مباشرة دون حاجة إلى وساطة شخص آخر بين صاحب الحق والشيء محل الحق يبقى الحق العيني هو عبارة عن سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي يستطيع بمقتضاها صاحب الحق من استعمال أنه يستعمل حقه مباشرة دون وجود أي وساطة شخص آخر ما بين صاحب الحق والشيء محل الحق الحقوق العينية بتنقسم إما إلى حقوق عينية أصلية أو إلى حقوق عينية تبعية طيب إيه المقصود بالحقوق العينية الأصلية وإيه المقصود بالحقوق العينية التبعية أولا الحقوق العينية الأصلية هي الحقوق التي تخول لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء هي الحقوق التي تخول لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء تمكنه من استعماله واستغلاله والتصرف فيه يبقى الحقوق العينية الأصلية دي هي الحقوق اللي بتعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء بحيث أنه يتمكن من استعمال هذا الشيء ومن استغلاله وكذلك من التصرف فيه صاحب الحق قد يكون له كل هذه السلطات أو بعضها وفقا لنوع الحق العيني الأصلية من أمثلة الحق العينية الأصلية عندنا حق الملكية وعندنا الحقوق المتفرعة عنه زي حق الانتفاع وزي حق الاستعمال وزي حق السكنة وحق الحكر وكذلك حقوق الارتفاق يبقى النوع الأول من أنواع الحقوق العينية وهو ما يعرف بالحقوق العينية الأصلية وقلنا دي عبارة عن حقوق بتعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء بحيث أنه يتمكن من استعماله واستغلاله والتصرف فيه وقلنا من أمثلة الحقوق دي عندنا حق الملكية وما يتفرع عنه زي حق الانتفاع أو حق الاستعمال وحق السكنة طيب النوع الثاني بقى من أنواع الحقوق العينية وهو الحقوق العينية التبعية الحقوق العينية التبعية بيقصد بها الحقوق التي لا تقوم مستقلة بذتها وإنما هذه الحقوق بتنشأ من أجل ضمان الوفاء بحق من الحقوق الشخصية وبالتالي بيكون للدائن بحسب الأصل ضمان عام بيرد على جميع أموال مدينه وإذا لم يكفي أو يكفي الضمان العام للوفاء بالدين فإن الدائن بيكون من حقه أنه يحصل من مدينه على ضمان خاص الحقوق العينية التبعية من أمثلتها حق الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الرهن أو حق الاختصاص وكذلك حق الامتياز إذن نخلص أن الحقوق المالية من أنواعها أول حاجة الحقوق العينية وأن الحق العيني ده عبارة عن سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي بيستطيع بمقتضاها أنه يستعمل حقه مباشرة دون وجود الحاجة إلى وساطة شخص آخر بين صاحب الحق وبين محل الحق الحقوق العينية دي بتنقسم إلى حقوق عينية أصلية وإلى حقوق عينية تبعية وعرفنا المقصود بكل نوع من هذه الأنواع وذكرنا أمثلة على كل نوع النوع الثاني بقى من أنواع الحقوق المالية وده اللي بيسمى أو بيعرف بالحقوق الشخصية طيب إيه هو المقصود بالحق الشخصية أو إيه المقصود بالحق الشخصي وإيه هي أهم أقسام أو أنواع الحقوق الشخصية أول حاجة نعرف أو عايزين نعرف إن الحق الشخصي ده بيقصد به رابطة قانونية ما بين شخصين بتخول أحدهما اللي هو الدائن إن هو يطالب المدين بأداء معين لمصلحته هذا الأداء بيتمثل أو بيأخذ شكل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء يبقى الحقوق الشخصية عبارة عن رابطة قانونية ما بين شخصين تخول أحدهما وده بيطلق عليه الدائن إن هو يطالب الطرف الثاني اللي هو بيسمى بين قصين المدين إن هو يؤدي أو بأداء معين لمصلحة الدائن هذا الأداء له عدة أشكال إما إن هو يكون التزام بعمل أو إما إن هو يكون التزام بانتناع عن عمل أو يكون التزام بإعطاء شيء بالتالي نقدر نقول إن الحقوق الشخصية دي بتنقسم أو ترتيبا على هذا الكلام بتنقسم الحقوق الشخصية إلى عدة أنواع أول نوع الالتزام بالعمل الالتزام بالعمل أو التزام بعمل هو الالتزام اللي بيتعهد فيه المدين إن هو يقوم بعمل إيجابي لمصلحة الدائن زي مثلا عندنا التزام المقاول إن هو يبني منزل لشخص معين أو الالتزام الممثل أو الفنان بالتمثيل في رواية معينة بموجب اتفاق بينه وبين مدير المصرع ده اللي بيسمى بالالتزام بعمل مضمونه إن المدين بيتعهد إن هو يقوم بعمل إيجابي لمصلحة الدائن النوع التاني من أنواع أو القسم التاني من أقسام الحقوق الشخصية وهي الالتزام أو هو الالتزام بالامتناع عن عمل على العكس بقى من الالتزام بعمل وده كان أمر أو عمل إيجابي الالتزام بامتناع عن عمل بقى هو يعتبر التزام بيتعهد فيه المدين إن هو يمتنع يعني هو فعل أو عمل سلبي هو يلتزم أو بيتعهد المدين بالامتناع عن فعل شيء كان له إن هو يقوم به لو لا تعهده بالامتناع عنه يبقى هو الالتزام اللي بيتعهد فيه المدين بالامتناع عن فعل شيء كان من حقه إن هو يقوم به لو لا تعهده بالامتناع عنه ومن أمثلة ذلك امتناع الممثل عن التمثيل لدى صاحب مسرح اخر لو كان فيه اتفاق بينه وبين صاحب المسرح الذي يقوم بالتمثيل فيه بيمنع من ذلك ايضا زي التزام العامل بعدم العمل لدى صاحب عمل اخر التزام العامل بعدم العمل لدى صاحب عمل اخر ده هو المقصود بالالتزام بالامتناع عن عمل طيب القسم التالت أو النوع الثالث من أنواع الحقوق الشخصية وهو الالتزام بإعطاء شيء الالتزام بإعطاء شيء بيقصد به الالتزام بنقل أو تقرير حق عيني زي التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري أو التزام المستأجر أنه يدفع الأجراء يبقى الالتزام بإعطاء شيء هو الالتزام بنقل أو تقرير حق عيني مثال ذلك الالتزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري والتزام المستأجر بدفع الأجراء إذن نخلص في هذا الجزء إلى أن الحق الشخصي عبارة عن رابطة قانونية بين شخصين بتخول الدائن أنه يطالب المدين بأداء معين لمصلحته هذا الأداء ربما يأخذ الالتزام شكل الالتزام بعمل أو شكل الالتزام بامتناع عن عمل أو أخيرا الالتزام بإعطاء شيء النوع الثالث بقى من أنواع الحقوق المالية وهو ما يسمى بالحقوق الحقوق الزهنية بقى إيه هي المقصود بها وهل هذه الحقوق لها أقسام هل هذه الحقوق لها أقسام ده اللي هنعرفه بعد قليل إن شاء الله أول حاجة المقصود بالحقوق الزهنية الحقوق الزهنية باختصار هي عبارة عن سلطات بيقررها القانون لأحد الأشخاص على شيء معنوي غير محسوس بيعتبر هذا الشيء هو نتاج فكره وخياله وبالتالي بيكون لصاحب الحق الزهني أنه هو يستأثر بما يرد عليه حقه بحيث ينسب إليه وحده وبيكون له احتكار استغلاله ماليا والحقوق الزهنية بتتنوع أو هي متنوعة بعضها بيتعلق بالملكية الصناعية أو الملكية الأدبية والفنية وحق المؤلف بيعني كل إنتاج زهني أي أن كان نوعه وأي أن كان وسيلة التعبير عنه يبقى الحقوق الزهنية بقى ترتيبا على الكلام ده لها عدد أو لها أقسام أول حاجة الحق الأدبي للمؤلف وتاني حاجة الحق المالي للمؤلف إيه هو الحق الأدبي للمؤلف الحق الأدبي للمؤلف هو عبارة عن قيمة معنوية أو بيمثل قيمة معنوية بتعبر عن عقليته وعن أفكاره وبالتالي بيعتبر هذا الحق الزهني في جانبه الأدبي هو من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان ومن هنا نقدر نقول أن كل مصنف من خلق الذهن البشري هو بيحمل بينطياته مجموعة من المميزات اللي بتميز شخصية وفكر مؤلفه نتيجة لذلك فالحق الأدبي ده بيتضمن عدة سلطات هذه السلطات بترمي جميعها إلى تمكين المؤلف من حماية شخصيته التي تجلت فيه أو تمثلت فيه نتاج فكره من هذه السلطات أو أهم هذه السلطات اللي هي سلطة المؤلف في تقرير نشر مصنفه أو الامتناع عنه وسلطة المؤلف في أنه ينسب إليه مصنفه وسلطة المؤلف أنه يعدل مصنفه وأيضا سلطة المؤلف أنه يسحب مصنفه من التداول يبقى الحق الأدبي للمؤلف هو عبارة عن قيمة معنوية بتعبر عن عقليته وعن أفكاره وهو بيعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية الحق الأدبي للمؤلف بيتضمن أو بيجتمل على عدة سلطات هدفها تمكين المؤلف من حماية شخصيته اللي بتتمثل أو بتجلت في نتاج فكره هذه السلطات بتتمثل في حقه أو سلطة المؤلف في أنه ينشر مصنفه أو يمتنع عن نشره وكمان سلطة المؤلف في أنه ينسب إليه مصنفه وسلطته في أنه يعدل مصنفه أو يسحب مصنفه من التداول ده المقصود بالحقوق الزهنية وأول قسم أو أول نوع منها اللي هو الحق الأدبي للمؤلف الحقيقة أن الحق الأدبي للمؤلف له عدة خصائص أو له عدة مميزات ما هي الخصائص التي تميز الحق الأدبي للمؤلف أو ما هي الخصائص التي يتميز بها الحق الأدبي للمؤلف الحقيقة أن الحق الأدبي للمؤلف أول حاجة عندنا غير قابل أو غير قابل أن يتم التصرف فيه الحق الأدبي للمؤلف هو حق غير قابل للتصرف فيه ثاني حاجة الحق الأدبي للمؤلف هو حق لا يسقط بالتقادم أو بعدم الاستعمال ثالث حاجة عندنا من المميزات اللي بتميز الحق الأدبي للمؤلف أن لا يجوز الحجز على هذا الحق الحق الأدبي للمؤلف لا يجوز الحجز عليه اربعة الحق الادبي للمؤلف بينتقل الى الورصة الحق الادبي للمؤلف هو حق بينتقل الى الورصة اذا كانت اهم مويزات او اهم الامور او الخصائص اللي بتميز الحق الادبي للمؤلف النوع الثاني بقى من اقسام الحقوق الزهنية وهو الحق المالي للمؤلف الحق المالي للمؤلف والحقيقة ان المادة خمسة الفقرة التانية من قانون حماية المؤلف قالت او نصت على ان المؤلف وحده الحق في ان هو يستغل مصنفه ماليا باي طريقة من طرق الاستغلال وبالتالي فما يقدرش غيره او لا يجوز لغيره ان هو يباشر هذا الحق دون اذن كتابي سابق منه او ممن يخلفه في ذلك يبقى الحق المالي للمؤلف وده نصت عليه المادة خمسة الفقرة التانية من قانون حماية المؤلف وهذه المادة او وفقا لنص هذه المادة فان المؤلف الحق في ان هو يستغل مصنفه ماليا باي طريقة بقى من طرق الاستغلال وبالتالي ما يقدرش او لا يجوز لغيره ان هو يباشر هذا الحق دون وجود اذن كتابي سابق منه او ممن يخلفه والحقيقة ان الحق المالي بيتميز الحق المالي المؤلف بيتميز بعدة خصائص من اهم هذه الخصائص ان هذا الحق غير قابل للحجز حق المالي المؤلف غير قابل للحجز عليه كمان ان الاستغلال المالي هو بيعتبر حق مؤقت حق الاستغلال المالي هو حق مؤقت ايضا الحق المالي المؤلف هو حق قابل للتصرف فيه والحق المالي المؤلف بينتقل الى الورصة او بيتميز بامكانية نقله الى الورصة ده كان بالنسبة للحق المالي المؤلف واهم الخصائص اللي بيتميزه المحور التالت بقى من محاضرتنا النهاردة وهو المخصص للحديث عن اشخاص الحق المحور التالت وهو المخصص للحديث عن اشخاص الحق في البداية كده لابد ان احنا نعرف يعني ايه شخص يعني ايه المقصود بكلمة شخص الشخص في البداية كده او باختصار هو كل من يتمتع بالشخصية القانونية او هو من يكون صالحا لاكتساب الحقوق ويتحمل بالالتزامة ده بيثبت لمين؟ بيثبت للشخص الطبيعي اللي هو متمثل في الانسان بيثبت للشخص الطبيعي وهو الانسان او كذلك بيثبت لمجموعة من الاموال او الاشخاص زي الشركات والجمعيات والمؤسسات والتي تقوم بنشاط هادف منظم له قيمة اجتماعية بتسمى الاشخاص المعنوية او الاعتبارية في هذه الحالة او هذه المجموعة التي تأخذ صورة شركات او جمعيات او مؤسسات واللي بتقوم بنشاط هادف منظم له قيمة اجتماعية بتسمى عندنا بالاشخاص الاعتبارية او الاشخاص المعنوية بالتالي نقدر نقول ان في نوعين عندنا من اشخاص الحق عندنا الشخص الطبيعي رقم واحد وتاني حاجة عندنا الشخص المعنوي او الشخص الاعتباري طيب ايه هو المقصود بالشخص الطبيعي ومتى تبدأ الشخصية او مو هي مدة الشخصية القانونية وده هيخلينا نعرف بدايتها ونهاية الشخصية القانونية وايضا ما هي مميزات الشخصية او ما هي اهم الثمات التي تميز او تتميز بها الشخصية اول حاجة عندنا من اشخاص الحق اللي هو الشخص الطبيعي ايه هو الشخص الطبيعي ده او ايه هو مدلوله او معناه الشخص الطبيعي هو الانسان الشخص الطبيعي ده بيتمثل في الانسان الشخصية القانونية بتثبت للإنسان امتى بتثبت للإنسان منذ ولادته حيا تثبت الشخصية القانونية للإنسان منذ ولادته حيا حتى ولو لم تتوافر له الإرادة العاقلة الواعية سي الصغير أو فاقد العقد فالإنسان بمجرد أنه يتم ولادته حي بتثبت له الشخصية القانونية وهي المتمثلة في مكنة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات يبقى إذن الشخص الطبيعي بيتمثل في الإنسان الشخصية القانونية دي بتثبت للإنسان منذ ولادته حيا والحقيقة هنعرف ما هي مدة الشخصية القانونية دي ومدة الشخصية القانونية دي يعني ما هي بداية الشخصية القانونية وما هي نهاية هذه الشخصية القانونية كمان هنعرف مميزات الشخصية القانونية إيه هي أهم المميزات اللي بتتميز الشخصية أو بتتميز بها الشخصية القانونية نيجي الأول حاجة وهي مدة الشخصية القانونية في مدة الشخصية القانونية هنعرف بداية ونهاية الشخصية القانونية هنعرف بداية ونهاية الشخصية القانونية أول حاجة عندنا بداية الشخصية القانونية والحقيقة أن وفقا لنص المادة 29 من القانون المدني شخصية الإنسان بتبدأ بتمام ولادته حيا وبتنتهي بموته ومع ذلك هناك استثناء اللي هو حقوق الحمل المستكن دي بيعينها القانون ولها احكام بتخصها يبقى بداية الشخصية القانونية بتبدأ مع تمام ولادة الانسان حي وبتنتهي بموته بيكون ثبوت الشخصية القانونية للانسان بتمام ولادته حيا يبقى اذا ثبوت الشخصية القانونية للانسان بيكون مع تمام ولادة الانسان حي او بمعنى اخر بانفصال الجنين عن امه ولابد ان هو يكون هذا الجنين حي يعني ولد حيا او انفصل عن امه حيا لو حدث بقى وانفصل الجنين ده ولكن كان ميت فنقدر في الحالة دي نقول ان هو لا تثبت له الشخصية القانونية حتى لو كان ذلك نتيجة اجهاد او اجهاد تعمده الغير زي ان يتم ضرب الامرأة الحامل على بطنها والحقيقة ان حياة المولود هنا بتتحقق ببعض العلامات المميزة بتتحقق حياة المولود ببعض العلامات المميزة ان هو مثلا بمجرد ولادته يقوم بالصراخ او البقاء وان هو يتم عملية التنفس له لو تمت ولادة المولود حي فانه في الحالة دي بتثبت له الشخصية القانونية ولا يهم بعد ذلك ان هو هيعيش بقى او هيكمل حياته ولا لا لانه لو مات المولود بعد فترة وجيزة من ولادته فده لا يؤثر على وجود الشخصية القانونية له ده لا يؤثر على الشخصية القانونية التي اكتسبها طب الولادة النهاردة ازاي نسبتها الولادة بتثبت بشهادة الميلاد وشهادة الميلاد دي بتعد من الاوراق الرسمية اللي بيتم استخراجها من السجلات المدنية المعتمدة او المعدة لذلك اذا او بالتالي اذا كان الاصل ان الانسان لا تثبت له الشخصية القانونية الا بتمام ولادته حيا لكن المشرع اجاز على سبيل الاستثناء ان يكون للجنين شخصية قانونية بتسمى شخصية قانونية ناقصة واعتبر المشرع ان الجنين له شخصية قانونية ناقصة وليست كاملة اعتبر المشرع ان الجنين له شخصية قانونية ناقصة وليست كاملة ليه او ايه السبب في ذلك لانها بتقتصر على اكتساب الحقوق دون التحمل بالالتزامات فالجنين ده النهاردة لو كان بيكتسب حقوق الا ان هو ما يقدرش يتحمل بالالتزامات لانه مازال جنين من اهم الحقوق اللي بيعترف بها القانون للحمل المستكين ايه هي من اهم الحقوق التي يعترف بها القانون للحمل المستكين عدة حقوق اول حاجة حقه ان هو يتم سبوت نسبه من ابيه او ينسب لابيه كمان حقه في ان هو يكتسب جنسية ابيه وايضا حقه في المراس او الارس وكذلك حقه فيما يوصله به وايضا حقه ان هو يستفاد من الاشتراط اللي بيشترط له احد المتعاقدين على المتعاقد الآخر زي ما يكون مثلا هو مستفيد من عقد التأمين يبقى دي الحقوق اللي بيقررها القانون للحمل المستكن من اهمها الحق في سبوت نسبه من ابيه والحق في ان هو يكتسب جنسية ابيه والحق في الارس والحق فيما يوصله به وكمان حقه في الاستفادة من الاشتراط اللي بيشترط له احد المتعاقدين على المتعاقد الآخر زي لو كان مستفيد مثلا من عقد التأمين اذا عرفنا ان بداية الشخصية القانونية بتبدأ وفقا للمدة 29 مع ولادة الانسان حيا طيب متى تكون او متى تنتهي الشخصية القانونية زي ما قلنا مع حضراتكم منذ قليل ان الشخصية القانونية بتنتهي بموت الانسان تنتهي شخصية الانسان بموته هذا الموت موت الانسان وان هو يكون موت طبيعي او حقيقي واما ان هو يكون موت حكمي او موت اعتباري طيب ايه الفرق ما بين الموت الحقيقي او الفرق ما بين الموت الحكمي او الاعتباري ده اللي هنوضحه مع حضراتكم على النحو التالي اول حاجة عندنا الموت الحقيقي الموت الحقيقي بيترطب على التحقق من وفاة الانسان سواء كانت الوفاة ديه وفاة طبيعية او نتيجة لحادث مفاجئ او حادث حصل له بيترطب على كده ان بتنتهي شخصياته القانونية بحيث ان هو في الحالة دي يكون غير صالح او ليس صالحا لان يكون صاحب حق او مدينة بواجه وبالتالي حقوقه والتزاماته في الحالة دي بتنتقل لمين بتنتقل لورسته لكن مع ذلك هناك بعض الفقه بيرى او بيذهب الى ان شخصية الانسان بتمتد افتراضا لحين يتم سداد ديون الموروس او المورس من اموال تركته بحيث ان هي ما تنتقلش الى الورصة الا بما يتبقى من امواله بعد سداد ديونه والحقيقة ان الرأي ده كان رأي غير صائب تماما وتم توجيه اوجه النقد له لان شخصية الانسان بتنتهي بوفاته ولا يتصور ان يتم بقاءها بعد ذلك يبقى الموت الحقيقي ده بيتحقق بالوفاة سواء كانت وفاة طبيعية او نتيجة حادث بيترطب على كده ان يتم انتهاء شخصية الانسان القانونية النوع التاني عندنا من الموت وهو ما يسمى بالموت الحكمي او ده بيسميه الفقه اللي هو المفقود الموت الحكمي وينطبق على الشخص المفقود طيب ايه هو المقصود بالشخص المفقود ده المفقود يا جماعة هو الشخص اللي بتنقطع اخباره ومنقدرش نعرف حياته من مماته زي مثلا لو واحد خرج للسياحة وانقطعت اخباره مدة طويلة او لو تم فقده في معرقة حربية او زلزال او فيضان ده هو الشخص المفقود هو الشخص اللي بتنقطع اخباره بحيث ان احنا منقدرش نعرف حياته من مماته زي لو حد خرج للسياحة وانقطعت اخباره مدة طويلة او لو فقدنا حد في معركة حربية او في زلزال او فيضان فده بيسمى عندنا في القانون الشخص المفقود الشخص المفقود ده بيقابله شخص اخر بيطلق عليه الشخص الغائب الشخص الغائب ده هو الشخص اللي بيغيب عن موطنه او عن محل اقامته ولكن بتعتبر او بتعد حياته معلومة وبالتالي ما نقدرش نقول ان هو مفقود وما نقدرش نقول ان شخصيته القانونية انتهت لكن عشان نقدر نقول ان الشخص يعتبر او في حكم القانون مفقود لابد ان يكون فيه شروط خاصة باعتباره او باعتبار المفقود ميتا كمان بيترطب على الحكم باعتبار المفقود ميتا عدة اثار ده اللي هعرفه او هنعرضه مع حضراتكم على النحو التالي اولا شروط اعتبار المفقود ميتا الحقيقة ان شروط اعتبار المفقود ميتا بتختلف باختلاف الحالات اللي فقد فيها هذا المفقود على النحو التالي اول حاجة حالة الفقد في الظروف يغلب فيها الهلك حالة الفقد في الظروف يغلب فيها الهلك هنا القاضي بيحكم باعتبار المفقود ميتا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ فقده هنا بيحكم القاضي باعتبار المفقود ميتا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ فقده حالة الفقد بقى في ظروف لا يغلب فيها الهلك حالة الفقد في ظروف لا يغلب فيها الهلك والحقيقة ان الحالة دي المشرع ما حددش المدة التي تحكم بعدها المحكمة بموت المفقود وانما ترك امر تقبير هذه المدة للقاضي بعد التحري عن وجوده على قيد الحياة او وفاته بالطرق الممكنة طيب ايه هو الاصر اللي بيترطب على الحكم باعتبار المفقود ميتا ما هو الاصر الذي يترطب على اعتبار المفقود ميتا الحقيقة في مجال الاصر او في نطاق الاصر هنفرق ما بين ثلاث فروض على النحو التالي الفرض الاول وهو مركز المفقود قبل الحكم بموته الفرض الاول مركز المفقود قبل الحكم بموته المفقود قبل الحكم بموته بيعتبر حي بالنسبة لجميع الاحكام اللي بتضره وبيعتبر ميت بالنسبة للاحكام اللي بتنفعه وتضر بغيره وهنا اموال المفقود لا تورس وبالتالي ايترطب كمان على كده ان زوجته بتظل في عسمته ولا يستطيع ان هو يتزوج ولا تستطيع ان هي تتزوج بايه بغيره يبقى الفرض الاول مركز المفقود قبل الحكم بموته وقالنا هنا ان المفقود بيعتبر حي بالنسبة للاحكام اللي بتضره وبيعتبر ميت بالنسبة للاحكام اللي بتنفعه وتضر بغيره الفرض التاني وهو مركز المفقود بعد الحكم بموته لو حكم القاضي بموت المفقود فهنا هتنتهي حياة المفقود لو حكم القاضي بموت المفقود فهنا هتنتهي حياة المفقود وهيرطب هذا الحكم اثاره من تاريخ صدوره واللي بتتمثل فيه انه بيتم اعتبار المفقود ميتا منذ صدور الحكم بالنسبة للرابطة الزوجية كمان بيتم اعتبار المفقود ميتا منذ صدور الحكم بالنسبة لماذا يبقى ده الفرض التاني الخاص بمركز المفقود بعد الحكم بموته طيب الفرض التالت بقى وهو الخاص بمركز المفقود اللي بتتضح حياته بعد الحكم بموته لو ظهر بقى المفقود بعد ان يكون فيه حكم قضاء صدر بموته فان هذا الحكم او هذا القرار بيعتبر كأن لم يكن وبالتالي هتزول بأثر رجعي كافة الاثار اللي ترتبط عليه وهيسترد المفقود ما كان له من اموال او ما كان يارسه من اموال كما تعود اليه زوجته يبقى ده بالنسبة للفرض التالت الخاص بمركز المفقود اللي بتتضح حياته بعد موته وقلنا ان لو ظهر المفقود بعد صدور الحكم القضائي بموته فان هذا الحكم او هذا القرار بيعتبر كأن لم يكن وبتزول بأثر رجعي كافة الاثار المترطبة علي تاني حاجة بقى عندنا احنا عرفنا مدة الشخصية القانونية طيب ايه هي بقى اهم المميزات اللي بتتميز بها الشخصية الحقيقة ان الشخصية بتتميز بعدة مميزات زي الحالة وزي الاسم وزي الموطن والاهلية بتتميز الشخصية بعدة مميزات مثل الحالة والاسم والموطن والاهلية طيب الحالة بقى ايه المقصود بالحالة حالة الشخص بيقصد بها مجموعة الصفات اللي بيضعها القانون في الاعتبار وبيتوقف عليها تحديد مدى صلاحيته لانه هو يكتسب الحقوق ويتحمل به او يلتزم بالواجبات وهذه الصفات بتتحدد بانتماء الشخص لدولة معينة وبيطلق عليها الحالة السياسية ومركز الشخص من حيث كونه منتسبا الى اسرة معينة وده يعني الحالة العائلية بيعني الحالة العائلية ومركز الشخص من حيث كونه منتسبا لديانة معينة وده اللي بتسمى بالحالة الدنيا يبقى اول مميزات الشخصية وهي الحالة طيب تاني حاجة بقى اللي هو من مميزات الشخصية اللي هو الاسم الاسم هو من مميزات الشخصية وهو اللي بيميز كل شخص عن غيره من الناس والاسم بيتكون عادة من عنصرين اما اسم شخصي او لقب الاسم الشخص بيميز الشخص عن بقية افراد اسرته اما اللقب وهو اسم العائلة وده اللي بيميز الشخص عن غيره وبيحدد انتماؤه لأسرة معينة يبقى تاني ميزة من مميزات الشخصية اللي هي الاسم من مميزات الشخصية ايضا الموطن من مميزات الشخصية ايضا الموطن والموطن بيراد به المقر القانوني للشخص بالنسبة لكل ما يتعلق باعماله وتصرفاته القانونية الموطن هو المقر القانوني للشخص بالنسبة لكل ما يتعلق باعماله وتصرفاته القانونية وكذلك علاقاته مع غيره من الاشخاص بحيث انه يعد موجود فيه بصفة دائمة حتى لو كان هناك فترات تغيب مؤقتة عن هذا المقر وبالتالي فالموطن هنا هيختلف عن محل الإقامة لأن الموطن بيعتبر هو المكان أو المقر اللي بيقيم فيه الشخص إقامة دائمة ومستمرة حتى لو تخلل ذلك فترات غياب مؤقتة أما على العكس من كده محل الإقامة بيكون هو المكان أو بيتمثل في المكان اللي بيقيم فيه الشخص ولو كان ذلك بصفة مؤقتة زي الإقامة في فندق أثناء مثلا إحدى الرحلات السياحية يبقى إذن من مميزات الشخصية زي ما قلنا مع حضراتكم الموطن رابعا بتتميز الشخصية أيضا بما يعرف أو بما يسمى بالأهلية والأهلية المقصود بها صلاحية الشخص أنه يباشر الحقوق وأنه يتحمل بالالتزامة صلاحية الشخص لمباشرة الحقوق والتحمل بالالتزامة بتنقسم الأهلية إلى أهلية وجوب وإلى أهلية أداء بتنقسم الشخصية بتنقسم الأهلية إلى أهلية الوجوب وإلى أهلية الأداء ما هو المقصود بأهلية الوجوب وما هو المقصود بأهلية الأداء أهلية الوجوب بيقصد بها صلاحية الشخص أنه يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات وبتثبت أهلية الوجوب للجميع بصرف النظر عن السن أو الإدراك أو التمييز يبقى أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لأن يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات وبتثبت أهلية الوجوب للجميع بصرف النظر عن السن أو الإدراك أو التمييز اهلية الوجوب بتتمثل او بتتقرر لعديم التمييز زي الصابي غير المميز او المجنون لان مناط اهلية الوجوب هو الحياة مناط اهلية الوجوب هو الحياة وبالتالي فبتظل اهلية الوجوب ملازمة للشخص طالما هو باقي على قيد الحياة ولا تزول عنه الا مع وفاته لان الانسان بمجرد ان يتم ولادته بتثبت له الحقوق والالتزامات عليه ولكن هو لا يستطيع ان يباشر الاعمال والتصرفات القانونية بنفسه لانه غير اهل لمباشرة هذه الاعمال يبقى اهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لان يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات واهلية الوجوب بتثبت للجميع بصرف النظر عن سنه او كان مدرك او مميز من عدمه النوع التاني من النوع الاهلية وهو ما يسمى باهلية الاداء ويقصد باهلية الاداء صلاحية الشخص ان هو يعبر عن اردته تعبير بيعتد به من الناحية القانونية وده بيعني ان اهلية الاداء بتتمثل في قدرة الشخص على انه يبرم التصرفات القانونية وبالتالي فاحنا هنقدر نقول ان اهلية الاداء دي لا تثبت لأي انسان او لكل انسان بمجرد ميلاده اي بمجرد ان تثبت الشخصية القانونية له لان اهلية الاداء بتثبت لي فقط للانسان اللي بتتوافر لديه ملكات او قدرة على التمييز والادراك اهلية الاداء لها عدة مراحل بتمر بها مراحل اهلية الاداء ثلاث مراحل المرحلة الاولى وهي انعدام اهلية الصبي غير المميز وبتبدأ هذه المرحلة بميلاد الانسان حي وبتنتهي ببلوغه سن السابعة من عمره المرحلة التانية ودي بتبدأ ببلوغ الصبي سن السابعة من عمره حتى بلوغ سن الرجد المرحلة التالتة ودي بتستمر من وقت اكتمال الانسان لسن الرجد ببلوغه مثلا واحد وعشرين سنة لحين وفاته يبقى دي مراحل اللي بتمر بها اهلية الاداء هناك عوارض بتؤثر على الاهلية من هذه العوارض الجنون والعتا وكذلك السفة والغفلة يبقى من عوارض الاهلية الجنون والعتا والسفة والغفلة اول حاجة الجنون والعتا الجنون هو عبارة عن مرض بيصيب عقل الشخص فيعدم تمييزه الجنون هو ده مرض عقلي بيصيب الشخص فيجعله عديم التمييز اما العتا هو عبارة عن خلل بيصيب عقل الشخص فبيجعله قليل الفهم وكمان مضطرب التفكير وفاسد التدبير يبقى ده الفرق ما بين الجنون والعتا طيب السفة والغفلة بقى السفة بيقولك ان الشخص ده سفية السفة في القانون هو التبزير في انفاق المال على خلاف ما يقضي به العقل والشرع زي مثلا الشخص اللي بيود من لعب القمار الشخص اللي بيود من لعب القمار ده شخص سفية اما ذو الغفلة بقى هو ده انسان قلبه طيب لحد الغفلة بحيث ان بيتولد عن طيبة قلبه الزائدة دي ان هو يغبن في معاملاته المالية ولا يقدر على التمييز بين الرابح والخاص يغبن في معاملاته المالية فلا يقدر على التمييز ما بين الرابح والخاص ده بالنسبة للعوارض اللي بتأثر على الاهلي احنا قلنا ان عندنا من اشخاص الحق شخصين اول حاجة الشخص الطبيعي وتاني حاجة اللي هو الشخص الاعتباري الشخص الاعتباري او الشخصية الاعتبارية بيقصد بها الشخصية القانونية اللي بيتمتع بها الاشخاص الطبيعيين واللي بترمي لتحقيق هدف معين او هي عبارة عن مجموعة من الاشخاص زي الشركات والجمعيات والاموال كالاوقاف والمؤسسات وبترمي لتحقيق غرض معين وبتمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض يبقى الشخصية الاعتبارية هي الشخصية القانونية اللي بيتمتع بها الاشخاص الطبيعيين والتي ترمي الى تحقيق هدف معين او هي مجموعة من الاشخاص زي الشركات والجمعيات او الاموال كالاوقاف مثلا والمؤسسات بترمي الى تحقيق غرض معين وبتمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض وجود الشخص الاعتباري بيرتكز اساسا على عنصرين مهمين جدا وهما العنصر الموضوعي اللي بيتمثل في وجود مجموعة من الاشخاص او الاموال بهدف تحقيق غرض معين هذه المجموعة من الاشخاص اما ان هي تأخذ شكل شركة مدنية او تجارية او جمعية او مؤسسة العنصر الثاني اللي بيرتكز عليه وجود الشخص الاعتباري وهو العنصر الشكلي وده لازم لوجود الشخص الاعتباري وبيتمثل فيه اعتراف الدولة وهذا الاعتراف اما ان هو يكون اعتراف عاما او اعتراف خاصا الشخصية الاعتبارية لها عدة اسباب بتنتهي بها اول حاجة ان يتم انتهاء اجلها او ان يتحقق الغرض منها او يستحيل او ان يتم حلها يبقى بتنتهي الشخصية الاعتبارية باحد الاسباب الاتية انتهاء الاجل او تحقق الغرض او استحالته او الحل الشخصية الاعتبارية بتتميز بعدة خصائص اهم خصائص الشخص الاعتباري او من اهم الخصائص اللي بيتميز بقى الشخص الاعتباري ان بيتمتع الشخص الاعتباري زي وزي الشخص الطبيعي باسم يتميز به هذا الاسم بيكون مستمد في الغالب من الغرض اللي انشئ الشخص الاعتباري من اجله تاني حاجة الشخص الاعتباري ايضا بيتميز ان هو له موطن خاص به وموطن الشخص الاعتباري بيكون متمثل في المكان اللي بيوجد فيه مركز ايه ادرد تلاتة الشخص الاعتباري بيتميز ان له زمة مالية مستقلة عن الزمة المالية للاشخاص المكونين له او الاشخاص القائمين على ادرد اربعة من مميزات او من خصائص الشخص الاعتباري ايضا ان الشخص الاعتباري له حق التقاضي وده بيمكن الشخص الاعتباري ان هو يمثل امام القضاء باسمه الشخصي وبشكل مستقل عن اعضاؤه فالقانون بيمنح الشخص الاعتباري ان هو يقاضي ويتقاضى وبالتالي حقه ان هو ترفع منه الدعاوة او عليه وطبعا بيكون بواسطة من يمثله قانونا خامسا واخيرا من اهم القصائص اللي بتميز الشخص الاعتباري ان الشخص الاعتباري بيتمتع باهلية وجوب واهلية اداء وبيكون اهل الاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فضلا عن حقه او صلاحياته في مباشرة التصرفات القانونية لحساب نفسه دي كانت اهم الخصائص اللي بتميز او بيتميز بها الشخص الاعتباري اه وكده احنا بنكون وصلنا اه لنهاية محاضرتنا النهاردة اه وتناولنا فيها اه عدة اه عناصر اه اساسية اه عرفنا فيها تعريف اه الحق وعرفنا انواع الحقوق وقلنا عندنا نوعين من الحقوق حقوق سياسية وحقوق مدنية وقلنا ان الحقوق المدنية بتنقسم الى الحقوق العامة والحقوق الخاصة اه وتنقسم الحقوق الخاصة الى حقوق الاسرة والحقوق المالية وتنقسم الحقوق المالية الى الحقوق العينية والحقوق الشخصية والحقوق الزهنية اه قلنا اشخاص الحق عندنا نوعين من الاشخاص اما شخص طبيعي او شخص اعتباري قلنا مدة الشخصية القرنية بدايتها ونهايتها وعرفنا اهم الاحكام الخاصة بالموت الحقيقي والموت الحكمي المتمثل في مركز المفقود ثم بعد ذلك انتقلنا الى اهم مميزات او بتميز الشخصية وعرفنا ان الشخصية لها عدة مميزات تتميز بها زي الحالة والاسم والموطن والاهلية وعرفنا ان الاهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة الحقوق والتحمل بالالتزامات وقلنا عندنا نوعين او بتنقسم الاهلية الى اهلية وجوب واهلية اداء وذكرنا ان النوع التاني من انواع الاشخاص الحق وهو الشخص الاعتباري وقلنا ان الشخص الاعتباري ده بيكون متمثل في مجموعة اشخاص زي الشركات والجمعيات والاموال كالاوقاف والمؤسسات وعرفنا ان الشخصية الاعتبارية بتنقضي او بتنتهي بعدة اسباب زي انتهاء الاجل وتحقق الغرض او حلها وعرفنا ان الشخص الاعتباري له عدة خصائص بتميزه زي الاسم وزي الموطن والزمة المالية المستقلة وحقه في التقاضي وان هو بيتمتع باهلية وجوب واهلية اداء من اراد من حضراتكم ان هو يرجع لتفصيلات هذه المحاضرة فامام حضراتكم قائمة المراجع التي نعتمد عليها في محاضراتنا وهي مراجع قيمة لأسات زيدنا الافاضل اشتركوا في القناة